تفاعلت قضية التأشيرات الممنوحة للمواطنين اللبنانيين إلى الإمارات العربية المتحدة وكان السفير لبنان فؤاد دندن نفى ما جرى تداوله حول إيقاف الإمارات منح اللبنانيين تأشيرة دخول سياحية إلى أراضيها حتى إشعار آخر إلا أن مواطنين عادوا وأكدوا أن القرار الإماراتي يشمل عدم السماح بتأشيرات للبنانيين ولتوضيح الخبر معنا عبر الهاتف السفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن ساعة السفير مسى الخير بالأمس حضرتك نفيت أنه يكون في منع إعطاء تأشيرات للبنانيين ولكن هذه القضية تتفاعل وهناك رسائل نصية وصلت إلى لبنانيين تقول أنه هناك إيقاف مرحلي لإعطاء تأشيرات الدخول إليهم إلى دولة الإمارات ما هي حقيقة الوضع؟ مساء الخير مبارح تصرحت بهذا الموضوع نحن كسفارة لبنان بدولة الإمارات ما تبلغنا أي قرار من هذا النوع وعادة لما بيكون فيه كرارات بيتبلغوا السفارات المعنية قبل بوقت لحتى يكون عندهم علم مبارح أجلية اتصالات مع السلطات المحلية وخصوصا مع الخارجية الإماراتية وأكدوا لي أنه ما فيه قرار من هذا النوع اليوم حتى إذا تفوت على المواقع الرسمية للسلطات المعنية مثل الجوازات أو الشركات الطيران ما فيه أي نشرة عن هذا الموضوع طيب فإذا ليش عم ينبعث ليش فيه عدد من اللبنانيين عم يوصل لهم عبر الميل ميلات تقول أنه فيه توقف عن إعطاء التأشيرات يعني هذه أنا ما فيه نجواب على هذا التؤال لأنه لا بس حضرتك نحن المعنيين بهذا الموضوع بس حضرتك سعاد السفير من موقعك كسفير كجهة رسمية أنه لو بيصير فيه استضاح أنه ليش عم يوصل هيك إيميليات أو هيك رسائل عبر الميل لعدد من اللبنانيين بهذا المعنى نحن من الجهة الصحيحة لحتي لننفي هيك شيء نحن من أصحاب العلاقة يوم ما هذا القرار إذا كان مضبوط أو غير مضبوط الدولة المعنية هي اللي بتنفي نحن سفارة لبنان بدولة الإمارات ما منسمح لحالنا نحكي عن لسان دولة الإمارات مشان هيك يعني أنا ما بقول أنه أنا نفيت هيدا الخبر لأنه هيدا الخبر أصلا مش طالع من جهات لبنانية هيدا طالع إذا بيطلع من جهات الإماراتية هن المؤهلين أنه ينفوا هيدا خبر بس نحن أنا سردت شو اللي صار معنا أنا بعد ما سمعنا بهالأخبار عم بتتم تداولها على المواقع التواصل الاجتماعي أنا قمت بالإجراءات واتصلت بالسلطات المحلية والخارجية الإمارات لحتى لي توضح وإسأل عن هذا الموضوع وأكدوا لي أنه ما فيه قرار رسمي من هذا النوع هذا أكثر شيء فينا نعمله إذن حضرتك حتى أنا باكدت لك في ناس بعرفهم شخصيا اليوم تم إستاذ تأشيرات لألون من لبنانيين لدبي إذن أنت أخدت قرار أو أخدت رسميا تبلغت أنه ما فيه قرار رسمي بعدم إعطاء تأشيرات دخول للبنانيين هكذا الجهات الرسمية بلغتك لحد اليوم نعم نعم صح لحتى الساعة هاي ما فيه قرار رسمي بهذا الموضوع وبالنسبة للي عم يصلوا عبر الميل أنه هلأ فيه توقف عن أعطاء التأشيرات هيدا بتعتبره أنه كيف لازم يتأكدوا أو كيف لازم مين لازم يراجعوا يعني كلبنانيين سلطات المعنية اللي هي سفارة الإمارات ببيروت أو سلطات الإماراتية اللي هني عندهم الجواب اليقين بس حضرتك كسفير لبناني في الإمارات إذا كان المقصود بهذه الرسائل فقط اللبنانيين مش من واجب السفارة أن نتوضح للبنانيين هذه المسألة نحن وضحناها شيء وبعدين إذا تلاحظ كل المساجد اللي عم بيبتد تداول على التواصل الاجتماعي عم بيحط 12 بلد مش بس لبنان يعني الموضوع مش بس حتى يعني غير جنسيات أنا ما أظن هذا الموضوع بس بيتعلق بالجنسية اللبنانية نعم شكرا لك السفير فؤاد دندن على هذا الاتصال شكرا لك